نروح بكرا ان شاء الله قرعة دوري أبطال أفريقيا والكونفيدرالي القرعة تقام في الواحدة زهرا ان شاء الله دور الستاشر في البطولتين ان شاء الله تكون قرعة حلوة للأهلي وحلوة للزمالك اتحضل أفريقيا قال إنه دعا كسير من نجوم القرى الأفريقية لحضور سحب القرعة أمادوف لافيو طبعا النجم الأنجولي الكبير لعب النادي الأهلي السابق وكان حضر قرعة الموسم اللي فات وبعدها كان نضيف علينا هنا في رقم عشرة وهيبقى مجهود التونسي مجد تراوي وأيضا التونسي الآخر أيمان المسلوسي مع الزمبي جريستوفر كاتونجو والمغربي غزلان ألا شباك دول ديوف القرعة إن شاء الله بحسب الاتحاد الأفريقي لقراط القدم بحسب بيان الاتحاد الأفريقي لقراط القدم طيب تصنيف قرعة دوري أبطال أفريقيا تصنيف الأول هيكون فيه الأهلي والترجي التونسي ورجاء المغربي والوداد المغربي ده التصنيف الأول تصنيف الثاني فيه الزمالك من مصر سانداونز من جنوب أفريقيا بيتر أتليتكو من أنجولا وحورية كوناكري من غينيا سيمبا التنزاني وشباب بلوزداد وشبابة القبائل الجزائري والهلال السوداني في التصنيف الثالث تصنيف الرابع هيبقى فيه فيتا كلوب الكنغولي والكتن الكاميروني والمريخ السوداني وفايبرز الأوغندي طيب نروح لتصنيف الكونفيدالي الأفريقية كرة دوري الستاشر تصنيف الأول بيرامدز من مصر مزيمبي الكنغولي أسك الإفواري وتحاد العاصمة الجزائري تصنيف الثاني متيمة بمبي الكنغولي وينجا أفريكانز التنزاني والجيش الملكي المغربي والاتحاد المنستيري التونسي تصنيف الثالث في الكونفيدالياء سانت إلوي لبوبو الكنغولي والأغدر الليبي وريال باماكو الغيني وريفرز يونيتد النيجيري تصنيف الرابع دياب النوار الكنغولي وفيوتشر المصري ومرومو جالانتس الجنوب الأفريقي وأسكو كارا التوجولي طيب القرعة بكرة في كل الأحوال هي قرعة مفروض سهلة على الأهلي وسهلة على الزمالي كما كان مع دور أبطال أفريق بيرامدز وفيوتشر لنحة تانية الفرق اللي موجودة في الكونفيدالياء المرادة صعبة شويتين تلاتة بس برضو على مستوى التشكيل أو الإمكانيات في البرامدز وفيوتشر مفروض يروحوا لآخر نقطة في الكونفيدالياء دي الكونفيدالياء خلاص لأهلي والزمالك إحقاقا للحق ومش إنحياز ومش إنحياز خالص بس من المفترض مفيش أقوى منهم في القرى الأفريقية دلوقتي مع كامل الاحترام لكل الفرق التونسية الجزائرية المغربية أنا بتكلم على حدود وهم فهمين الكلام ده هم مش تقلين من الفرق العظيمة في الدول السلاس تحديدا يعني بس الحجم المصاريف والصرف والفلوس واللعبين وكوالات اللعبين والمدربين اللي موجودين في الأهلي والزمالك من المفترض تخليل أهلي والزمالك على الورق أفضل الفرق في القرى الأفريقية هدين تقولي يعني كده الودان مش يكسب البطولة لأ إيه والد يكسبها ترجي مش يكسب البطولة والد يكسبها تتكلم على فرق كبيرة يعني شباب له زداد تحدي العاصمة الفرق الكبيرة اللي في الشمال الأفريقية تكسب أو تكسب بس الورق بيقول إيه أنه الأهلي والزمالك أقوى فريقين في القرى الأفريقية بحدود الإمكانيات وطبعا التاريخ وطبعا التاريخ بس الإمكانيات عند الأهلي والزمالك فنخش بقى البطولتين وإحنا كده اللي هو إيه أنا نفسي الأهلي والزمالك يخش بطولات أفريقيا دي وقوله إيه أنا منشستر سيتي وأنا ريال مدريد أنا ليبربول وأنا بريس سان جرمان يعني عارفت اللي هو أنت داخل أنا الكبير فاهمني؟ طيب